اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايساوي 0 وبي يخالف 0 فان المعادلة ليس لها حلا لان بي يخالف 0 لا يمكن ان يساوي 0 ايكس زائد بي يساوي 0 ملاحظة عند ازارة عدد من احدى طرفين المعادلة نضيف مقابله الى الطرف الاخر هذه تقنيات لحل المعادلة امتلا معادلة الاولى اثنان اكس زائد 3 تكافئ اثنان اكس يساوي ناقص ثلاثة اذا اكس يساوي ناقص ثلاثة على اثنان هذا هو حل المعادلة المثال الثاني اربع اكس ناقص خمسة يساوي اربع اكس ناقص خمسة نترك المجاهل على اليسار وندهب بالادات الصحيحة الى الامين ونضرب في المقابل يعني نضرب في ناقص واحد اذا في هذه الحالة السفر اكس يساوي 0 اذا جميع العدد الحقيقة حل المعادلة اربع اكس ناقص خمسة يساوي احدى عشر هنا المعادلة التالتة اذا السبعة عشر ضربة ثلاثة على ثلاثة هو حل المعادلة المثال الرابع ليس لها حل لان لا يمكن ان يساوي السفر اكس يساوي ناقص ثلاثة اذا هذه المعادلة ليس لها حل مثل خامس اكس يساوي سفر اذا سفر هو حل المعادلة خمسة اكس زائد سبعة يساوي ناقص اثنان زائد ثلاثة اكس عفوا هنا غامش التالتا غنتكلم عن المعادلات اللي فيهم الضرب ا اكس زائد بي مضروبة في س اكس زائد دي بصفة عامة عاوب بعددا حقيقيا معلومان حلول معادلة ا اكس زائد بي عامل للس اكس زائد دي هي المعادلة س اكس زائد دي تساوي سفر او ا اكس زائد بي يساوي سفر مثال حل معادلة اثنان اكس زائد اربعة عامل لناقص ثلاثة اكس ناقص خمسة يساوي سفر هو حل المعادلة اثنان اكس زائد اربعة يساوي سفر او المعادلة ناقص ثلاثة اكس ناقص خمسة يساوي سفر نحل كل معادلة على حدة فيخرج لدينا x يساوي ناقص 2 بنسبة المعادلة الأولى وx يساوي 5 على ناقص 3 أو ناقص 5 على 3 بنسبة المعادلة التانية وهي ناقص 3x ناقص 5 يساوي 0 أن حل المعادلة على شكل x 2 يساوي a بصفة عامة إذا كان a أكبر من 0 فإن x 2 يساوي a يعني أن x يساوي جرمبع a وناقص جرمبع a وإذا كان a يساوي 0 فإن حل معادلة X2 يساوي A لا تقبل حلاً واحداً وهو سفر تقبل حلاً واحداً وهو سفر وإذا كان A أصغر من سفر فإن المعادلة لا تقبل أي حل أمتي لا X2 يساوي 5 إذن حلول معادلة X2 يساوي 5 وX يساوي ناقش جذر مبع 5 أو جذر مبع 5 معادلة 2X2 يساوي ناقش 6 يعني أن X2 يساوي ناقش 3 إذن هذه المعادلة ليس لا حل لأنه لا يمكن X2 عدد موجب يساوي ناقش 3 إذن المعادلة ليس لها حل لو كانت تساوي 3 فإن X يساوي جذر مبع 3 وناقش جذر مبع 3 حل المعادلة 2X2 زائد 5 يساوي X2 زائد 5 هو X في الأخير يساوي 0 إذن المعادلة لا حل وحيد وهو 0 هنا المعادلة والنشر هذا مثال لمعادلة نطبق عملية النشر 2 عامل 3X ساوي 6X زائد 2 في 2 تساوي أربعة ناقش 5 في X ساوي ناقش 5X ناقش 5 في ناقش 1 زائد 5 ونحسب في الأخير يخرج لدينا X يساوي ناقش 9 إذن ناقش 9 هو حل المعادلة المعادلة الثانية كذلك النشر ناقش 3 عامل 2X ساوي ناقش 6X وهكذا وفي الأخير يصبح لدينا X يساوي 1 على 5 إذن 1 على 5 هو حل المعادلة الثانية هنا نذهب إلى المعادلة والتعميل نعمل نلاحظ العامل المشترك الذي يوجده بين الزائد على اليسار وعلى اليمين إذن 2 أو X زائد 2 هو العامل المشترك فنعمل فيصبح لدينا معادلة على شكل جدائين معادلة في معادلة ونطبق القاعدة X زائد 2 يساوي 0 ونقص X زائد 4 يساوي 0 ونحسب كل معادلة على حدة هنا حل المعادلة 25X أس 2 زائد 30X زائد 9 هذه معادلة على شكل متطابق أهاما يعني 5X زائد 3 مضربة في 5X زائد 3 تساوي 0 نأخذ 1 5X زائد 3 تساوي 0 إذن 5X يساوي ناقص 3 إذن X يساوي ناقص 3 على 5 هنا الحل المسائل القاعدة دائما كما قلنا في السابق اختيار المجهول سياغة المعادلة حل المعادلة تحقق من الحل الرجوع إلى المسألة نراحل المسألة التي بين أيدينا هنا نختار المجهول يكون X وزن الكيس الواحد من القمح ثم نصيغ المعادلة تصاغ المعادلة على الشكل التالي بمعنى X وزن الكيس الواحد من القمح فإن X زائد 10 وهو وزن الكيس الواحد من الشاية فتصبح المعادلة على الشكل التالي 5X زائد 20 زائد 3 عامل لX زائد 10 زائد 10 يساوي 3X زائد 80 زائد 2 عامل لX زائد 10 زائد 50 نحل المعادلة ننشر ونحسب عادي في الآخر يصبح X يساوي 30 إذن X هو وزن الكيس الواحد من القمح وهو 30 نتحقق من الحل نعود نعود X ب30 فتصبح تساوي 300 إذن العدد 30 هو حل المعادلة والرجوع للمسألة وزن الكيس الواحد من القمح هو 3 كيلو جرام ووزن الكيس الواحد من الذرة هو 40 كيلو جرام نحن نذهب إلى المتراجحات من الدرجة الأولى المجهور 1 لدينا التعريف AX زائد B كبر من صفر قطعا أو A كبر ويساوي صفر أو أصغر قطعا أو أصغر أو يساوي صفر تسمى متراجحة من الدرجة الأولى من مجهور 1 وهو X ملاحظة لأدد الحقيقة التي تحقق المتراجحة تسمى حلول متراجحة حل المتراجحة 3X زائد 2 أصغر من صفر عملية الحل نفسها مثل عملية حل المعادلة 3X زائد 2 أصغر من صفر يعني 3X أصغر من ناقص 2 يعني أن X أصغر من ناقص 3 على 2 يعني أن العدد الحقيقي التي أصغر من ناقص 2 على 3 وهي حلول متراجحة 3X زائد 2 نأخذ متراجحة أخرى ناقص X زائد 4 أصغر من أو يساوي 2X ناقص 2 تصبح لدينا في الآخر ناقص 3X أصغر من أو يساوي ناقص 6 نضرب في ناقص 1 ونقلب الأصغر تصبح أكبر يعني X نقلب ترتيب X أكبر من ناقص 6 على 3 يعني 2 يعني كل أعداد التي هي أكبر من 2 فهي حلول للمتراجحة تمتيل حلول على مستقيم مدرج لما يكون عندنا أكبر من أو يساوي نغلق المعقوفة يعني كل أعداد التي أكبر من 2 فهي حلول للمتراجحة على المستقيم نغلق المعقوفة على المستقيم نغلق المعقوفة على المستقيم